البث المباشر من عندك من أبو ظبي قداسة البابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية يصل إلى جامع الشيخ زايد الكبير دعنا نرى هذه الصور المباشرة الآن من خلفك طلال نعم هذه صور حية ومباشرة من العاصمة أبو ظبي لوصول قداسة البابا وشيخ الأزهر الأب رفعت كيف ترى ركوب السيارة مع وصول طبعا قداسة البابا إلى مطار أبو ظبي بالأمس والتواجد مع بعض في رحلاتهم ومثل ما يقولون سيراتهم وجياتهم مع بعض واليوم نراهم مع بعض في نفس السيارة لرسم خارطة طريق كما ذكر مراسلنا من أبو ظبي كيف ترى ملامح هذه الخارطة؟ يعني الصورة تتحدث صراحة إن كان الآن في هذه اللحظة أم في يوم أمس في السيارة المشتركة يعني أنا سميتها في بعض المقابلات أيضا هي قافلة البشرية التي تقل المسيحيين والمسلمين معا نحو وجهة واحدة وهذه الوجهة لا شك هي إرضاء وجه الله إرضاء الله تعالى الذي أعطانا الكتب المقدسة أعطانا هاتين الديانتين لكي تكون متجاورتين متحبتين لربما في الماضي كنا كل واحد يمشي في السيارة لربما كان هناك بعض التنافس من يسبق الثاني الآن نحن في سيارة واحدة بالفعل أب رفعة نحن عم نشوف مباشرة الآن على الهوى قداسة البابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية بجانب وأيضا فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف مع الوفود المرافقة وقد وصلوا إلى جامع الشيخ زايد الكبير هذه الصورة المباشرة تأتي من العاصمة الإماراتية أبو طبي دلالة هذه الصورة دلالة وجود قداسة البابا بجانب فضيلة الإمام الأكبر ماذا تعني؟ تعني رسالة من الإمارات تطلق ليس فقط لشعب الإمارات الشقيق والرائع ولكنها أيضا رسالة من الإمارات للعالم أجمع بأن السنوات الماضية وتحدث البابا عن فتح صفحة جديدة دعونا نقول نريد أن نطوي صفحات من الماضي كانت عسيرة على شرقنا على بلداننا كان هناك التهديد الإرهابي الذي أراد أن يلبس رداء دينيا وأحيانا كثيرا يتكلم ويدعي أنه يتكلم باسم الله وباسم الدين